بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي في الله نلتقي في هذه الليلة المباركة للحديث عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في هذه الأيام المباركات أيام رمضان المبارك فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تخبرنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وتقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقضى أهله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم ذلك ويحث أهله وأمته عليه قال علي رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالأمة وأرحم الناس بأهله وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فكان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله ليس كما نفعل اليوم نظن أننا بتركنا لأهلنا نائمون أننا نرحم بهم أننا نرفق بهم لا الرحمة بهم أن نعلمهم طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات وإذا انقضت هذه الأيام سيتعلمون وسيستمرون ويكون العمل مستمرا وقد تعودوا على العمل وهذا ما نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أرحم الأمة بها ومع ذلك كان يوقظ من يستطيع القيامة للقيام ويأمر من يستطيع الصوم بالصوم وخصوصا في العشر الأواخر من رمضان يقول ابن رجب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيامة إلا أقامه ما دام أنه يستطيع القيام يقيمه يوقظه من نومه ويأمره بالقيام وقال سفيان الثوري يقوم العشر الأواخر ويتهجد بها وينهض أهله وولده للصلاة إذا أطاقوا ذلك وهذا هو ديدن سلف الأمة كانوا يوقظون أهلهم بل كان هذا ديدن عمر رضي الله عنه في سائر الأيام في رمضان وغير رمضان فكان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ثم يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وهذا الشهر هو شهر التقوى فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام لما لتكون النتيجة لعلكم تتقون وكان ابن عمر يقرأ الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم يقول ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال ابن أبي حاتم وإنما قال ابن عمر ذلك أي عندما قال ذلك عثمان في تفسيره للآية وإشارته إلى أن من تنطبق عليهم هذه الآية هو سيدنا عثمان رضي الله عنه قال ابن أبي حاتم إنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فيا أحبتي في الله هذا أمير المؤمنين أو هؤلاء أمراء المؤمنين أبو بكر وعمر وعثمان الذين بشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة هذا هو قيامهم هذا هو قيام الليل لديهم فما بالنا نحن نتقاعس عن قيام الليل فيا إخوتي في الله ما بالنا نحن في هذه الأيام المباركات نسوف ولا نقوم الليل ولا نقرأ القرآن وهذا حال سلفنا لما نقتدي بغيرهم لما لا نقتدي بهم فهؤلاء الأعلام أعلام هذه الأمة هؤلاء من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهذا هو حالهم فما بالنا إخوتي في الله وهذا شهر كريم أيام معدودة ستمضي ولا تعود فعلينا أن نغتنم هذه الأيام في طاعة الله وفي قيام الليل ثم إخوتي في الله علينا أن نوقظ أهلنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلا بد لنا أن نوقظ أهلنا ونحيي ليلنا ونقرأ قرآننا فعلينا إخوتي في الله أن نغتنم هذه الأيام المباركات في طاعة الله سبحانه وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام إنه قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر